طبعا يعني القضايا الفلسطينية الهدف ان هم يصفوه ودول جزء من الخطة الاسرائيلية دول جزء زمان زمان لو احنا قلنا الفلسطينيين يخشوا عندنا هيقولك بيحتوا القضية وصفقة القرن تحققت على الارض النهاردة بنمنع يقولك انتوا ضد الفلسطينيين وانتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا عرفتوا الاخوان الله يرحمه جمال عبد الناصر قال كنا بنعمل مفاوضات مع الانجليز عشان الجلاء والاخوان قالوا مناش دعم والله سرط لو تجدتها لي بابناء حلال والرئيس السادات والله والرئيس السادات قال عليهم بولاد ستين مش عايز اشتغل والرئيس مبارك اللي ارحمه والرئيس سيساء يا جماعة دول اهل شر دول اهل فتنة خوارج هذا الزمان عمرهم ما استففوا في صف الوطن لم نشهد لم نشهد في يوم ما انه الاخوان المسلمين وقفوا في صف الموقف الوطن او وقفوا في صف الوطن ده نصر ستة اكتوبر شككوا فيه زعماء مصر شككوا فيها جيش مصر بيشككوا فيه مؤسسة الدولة بيشككوا فيها النهاردة بيشكك في الموقف المصري فتحنا المعبر قالك هيبيعوا سيناء افلنا المعبر قالك ما عندهمش انسانية لم يقف ولم ارى اثرا لموقف اخواني وطني مع الدولة المصرية دائما ما يخيب الامان ودائما ما يقف مع الشيطان ودائما ما يقوم بعملية تشويه وتشكيك متعمد لانهم عديم الشرف عديم المرؤة عديم الوطنية وعديم الدين همدو شيلي هم قبان